اذا انت مشيت على دايتس قبل هيك ولقيت حالك انحفتهم هدولا مرة واحدة وبعدين علقت بطلت عارف وين تروح في حالك او اذا انت عملت هذا الدايت وعلقتي وبعدين تتفكري انه الدايت مش ماشي لا اهلا وسهلا فيكم في القناة راح حكي لكم اليوم على موضوع الاهداف كيف الواحد يحط الهدف هلا اول اشي انت حطت النية في الفيديو اللي قبله احنا حطنا النية انا بدي انوي بدي اتمرن بدي اصير هلا اغير حياتي اوصل ل جسم صحي وجسم احسن هلا بنا نحط الهدف كيف بنا نحط الهدف في عندك شغلتين الشغلة الاولى اللي هو هدف طويل المدى والشغلة التانية هو الهدف قصير المدى هلا الهدف طويل المدى اللي هو اذا انت مثلا شخص هلا او ناصح او عندك مثلا خلينا نقول 30 كيلو زيادة 35 كيلو زيادة هدولة بدك تنحفهم هدفك طويل المدى انك انت بدك توصل هذا منحدده بتحطه اول شي بتشوف حدا بالفريم تبعك يعني قديش انت طولك طولك متر وسبعين و بدك تشوف واحد بهذا الطول بالجسم الشكل اللي انت عاجبك وتحط هذا الصورة قدامك وتعرف انه انا هذا الشكل اللي بدي اياه مثلا لما واحد بده يشتري سيارة و يكون حلم حياته هي سيارة من السيارات هاي اللي بالملايين ما بروح بيقول بدي سيارة سريعة لا بحط قدامه انه انا بدي والله هي سيارة فراري فراري نوعها الفراري انزو اللي ماتورها و محركها هالقد وبتمشي بسرعة هالقد و بكون عارف عنها كل الديتالز و كل التفاصيل فانت اللي بدك تشوفه اول شي بتشوف بتحط هذا الجسم الخرافي المثالي قدامك و ما تقول مستحيل مهم جدا انك ما تقول مستحيل اذا انت انت كنت شاب أو بنت بتحط الجسم هذا بتشوف هذا من المشاهير بتشوف هذا من التابعون السوشال ميديا بتشوف اي احد قدامك هدف عيد المدى ليش لان احنا بنا ننضلنا موضوعنا رياليستيك. هلا منيجي للهدف قصير المدى. هدف قصير المدى منبلش بكيلو كيلو. هلا انا ايش رياليستيك يعني انا بدي موضوع يكون حقيقي وبيدي موضوع برضو اذا انا حاطت الهدف بعيد المدى تبعي اني بدي انحف تلاتين كيلو. طيب ماشي انا حاولت اني انحف تلاتين كيلو. مش هنحفهم باسبوعين. انا اي لخمسة وتلاتين سنة قاعد بكرش وباكل اكل غير صحية وماشي في حياتي ومدبدب. فاكيد يعني مش باسبوعين ولا بشهرين ولا بثلات شهور انا رح اوصل اني انحف هدولة تلاتين كيلو. فراح نبدأ شوي شوي. هلا. هذا في قصير المدى عشان ليش? هذا الموضوع لانه عشان التحفيز. عشان واحد ما يوصل لمرحلة انه يكره حياته. ويقولك ويصير عنده احباط. اهم اشي موضوع الاحباط هذا موضوع كتير كبير والناس ما بتنتبه له. موضوع الاحباط راح حكي عنه لحاله في فيديو كتير اطول فيه شوي. بس موضوع الاحباط عشان بعد بفترة بعد بشهرين ثلاثة والله انا نحفت بس ثلاثة كيلو ونزلت خمسة كيلو ولسه مش شايف تغير. هذا راح يعمل له احباط راح يوقف تمرين راح يوقف البروستس اللي كان ماشي فيه كله ورح يوقف البروغرس ويرجع بعديها بفترة بعد بشهرين ثلاثة يزيد كمان عشرة كيلو ويقول يا الله بدي ارجع ابدأ من جديد وعلى هالدوامة واذا انت ممكن صاير معاك هذا الحكي من اول هون ورح نوقفه ورح نبدأ بتحط اشي رياليستيك مسلا رياليستيك انك انت تنحف في الاسبوع نصف كيلو في اول شهر اذا انت اول مرة بحياتك بتعمل رجيم او دايت واول مرة بتمشي على النظام غدائي واول مرة بتدخل على جيم رح تنحف اكثر ليه لانه في عنا اشي اسمه بيكون الجسم بجمع مي المي هاي بتنزل ممكن تنزل خمسة كيلو ممكن تنزل سبعة كيلو مرة واحدة ازا انت مشيت على قبل هيك ولقيت حالك انحفتهم هدولا مرة واحدة وبعدين علقت بطلت عارف وين تروح في حالك او ازا انت عملتي هذا الدايت وعلقتي وبعدين تفكري انه الدايت مش ماشي لا الدايت اللي كنت ماشي عليه والنظام غدائي اللي كنت ماشي عليه هو كان صح بس احنا كنا اول اشي نزة المي بسرعة بعدين منبلش ندخل على انه نحرق دهون حرق الدهون باخد وقت اطول رياليستك ازا الواحد ماشي صح ممكن ينزل له نصف كيلو بالاسبوع الى كيلو هلا الاجسام بتفرق عن بعض بس انا بدي اخلي الموضوع كتير واقعي فبننا ناخد المنوم خلينا نقول منوم نصف كيلو ازا انت الهدف عندك انك تنحف بعد فترة طويلة مثلا تلاتين كيلو هدول مناخدهم نصف كيلو بالاسبوع ومنمشي عليهم باسبوع باسبوع ومنكمل هلا رح يجيك فترة يوقف فيها البروغرس ويصير فيه استاقرد هاي هاي اللي منعمل فيها مثلا الشيط مير عشان نعمل شوك للجسم برضو رح نحكي عنا بالتفصيل رح تيجيك فترة انه تعبت من التمرين لازمك راحة رح توقف رح تيجيك فترة الاعياد اكلت خبست شوي رجع طلع نصف كيلو هذا كله عادي هاي كلها حياة طبيعية انا بدي احكي لكم في موضوع انه كيف الحياة طبيعية ماشي مش موضوع الناس الفتنس المجانين اللي طول النهار ماشي طول حياته عدايا هذا مش رياليستيك ولا بحياته رح يكون رياليستيك ولا يعني الناس اللي قابلتها في حياتي وانا اللي بتمرن 22 سنة وانا مدرب اللي قابلتهم بحياتي فعليا ماشي في حياته هو على الداية طول النهار يمكن اتنين وهدولة بنزلوا من المسابقة لمسابقة بخلص مصابقة بدخل في المسابقة تانية فبضله ماشي طول حياته على هادا الموضوع فانت خليك موضوعك رياليستيك وما تفكر في موضوع انه بسرعة 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 لا شوي شوي نمشي بالراحة بس مهم انك تتبع نظام وتمشي على النظام وتبني عادة جديدة ومنها بتكمل هلا للصبايا مثلا الصبايا اللي انا بمرنهم بالعادة دايما منحط طبعا اكتر اكتر نتائج كانت تصير معصبية تكون عندها عرص اللي عندها عرص هاي بتمشي صح مليون بالمية ما بتقطع تمريم مستعدة تمرر مرتين باليوم بتمشي على الداية مليون بالمية ما ما سكته ولا غلطة ولا غلطة بالاكل وفي بنت قصبية من الصبايا طلعت لها سكس باك يعني قبل العرص خلال اربع شهور بس هي كانت من الوريدي بتمرر من اول بس ما كنا عارفين نسيطر عن الموضوع كامل مشيت عليه مية بالمية حلو ليه لانه عندها هدف خرافي في فستان عرص بدي ابين فيه بالطريقة الفلانية بدي يكون شكلي هيك فمشيت هلا مش كل الناس والله هي ان شاء الله الصبايا اللي بدهم يتجوزوا هادا بكون موتيفيشن وحافز كتير منيحة لهم يركزوا فيه هلا الناس الثانيين خلينا نقول عندك صهرة رايحة فيه عرص لحده من صحباتك او عندك صهرة طالعة اه بعد فترة او عندك ميتنك بدك تلبس فيه فستان معين او عباية معينة بدك شكلك يطلع فيها بشكل معين ما بدنا يكون لشكلي والله زي كيس البطاطا لأ حابة انه يكون مكسم مبصل بطريقة حلوة هادا بيكون عندك امتى والله هادا الميتنك ولا هادا عندي اياه بعد بشهر بعد بشهر ونص منحط ومنمشي عليه بعدين منخلي القول بعيد المدى الهدف بعيد المدى لساته موجود ما راح اطول عليكم اكتر بهذا الفيديو زي ما بحكي لكم بكل الفيديوهات اللي عنده سؤال لأي اشي ريليتد حتى باشي انا حكيته هلا بتحب اتعقب عليه بسؤال اسألني اكتب لي بالكومنت واذا عندك سؤال باشي مش ريليتد برضه اكتب لي بالكومنت وراح اعملكم عليه فيديو ويعطيكم العادة